السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الصف الأول الإعدادي أهلا بيكم مرة تانية في حلقات الرياضيات تحت إشراف ورعاية وزارة التربية والتعليم النهاردة هنتكلم عن الفرع الثاني اللي احنا اتفقنا عليه في أول حلقة اللي هو فرع الهندسة تعالوا مع بعض نشوف دروس وحدة الهندسة هتكلمني عن إيه الدرس الأولاني اللي هو مفاهيم هندسية اللي احنا هنتعرض ليه النهاردة ان شاء الله بعد كده عندي درس اسمه التطابق وبعد كده عندي تطابق المسلسات وبعد كده الدرس الرابع التوازي وآخر درس عندي في الوحدة اللي هو انشاءات هندسية لكن النهاردة هنتكلم عن مفاهيم هندسية وهنعرف في المفاهيم الهندسية ديه بعض المفاهيم الهندسية اللي احنا درسناها قبل كده في المرحلة الابتدئية او عدين عليها قبل كده زي بالزبط الشكل اللي قدامي دلوقتي دوت اللي هو القطع المستقيمة تعالوا كده نشوف القطع المستقيمة تعرفها ايه قال القطع المستقيمة ديه عبارة عن مجموعة من النقط محصورة بين نقطتين معلومتين اللي هي نقطة البداية ونقطة النهاية زي ايه زي الشكل اللي قدامي اللي هو القطع المستقيمة ألف به القطع المستقيمة ألف به انا اقدر ارسمها بطول معين وكمان لو انا عندي قطعة مستقيمة اقدر ايس طولها باستخدام المسطرة وبالتالي القطع المستقيمة ديه محددة البداية بتاعتها والنهاية بتاعتها ولذلك سمتها قطعة مستقيمة ورمزت لها بالرمز ألف به وفقها علامة القطعة المستقيمة اللي لها بداية معلومة وانهاية معلومة وقدر أجيب طولها طب عايز أقولك هل لما أقول القطعة المستقيمة ألف به هتختلف عن القطعة المستقيمة مثلا به ألف أقولك لأ القطعة المستقيمة ألف به بدأ بألف ومنتهيب به هي هي القطعة المستقيمة به ألف اللي بتبدأ ببهه وبتنتهي بألف هي هي نفس القطعة المستقيمة وعشان كده قلت القطعة المستقيمة ألف به بتطابق القطعة المستقيمة به ألف طيب تعالوا نشوف ايه اللي بعد القطعة المستقيمة الخط المستقيم برضو درسناها قبل كده وعرفنا ان الخط المستقيم هو عبارة عن قطعة مستقيمة بس امتدت من طرفيها يعني الطرفين عملت لهم امتداد مشي من هنا كده على طول ومشي من هنا كده على طول وبالتالي الخط المستقيم كنا بنعرفه زمان ليس له بداية وليس له نهاية ولا يمكن قياس طوله ليه؟ لأنه هو ممتد من الطرفين ما أقدرش أجيب طوله إطلاقا طيب عايز أقولك على حاجة المستقيم بسميه بأي نقطتين عليه ليه بسميه بأي نقطتين موجودين عليه؟ لأن المستقيم زي ما اتفقنا بيمتد من الطرفين يبقى أي نقطتين موجودين هقول عليهم مستقيم هو هيمتد من الطرفين زي مثلا الشكل اللي قدامي المستقيم ألف به هل النقطة جيم بتقع على المستقيم ألف به طب بص كده للمستقيم ألف به وشوف النقطة جيم موجودة عليه ولا لا هنشوف هنلاقي النقطة جيم بتنتمي ليه فعلا طب ليه لإن المستقيم ألف به ممتد من الطرفين ماشي من هنا وماشي من هنا وبالتالي هو هياخد الجيم معاه يبقى الجيم بتنتمي للمستقيم ألف به طب عايز أقولك لو أنا قلت المستقيم ألف به هيختلف لما أقول المستقيم به ألف طبعا مش هيختلف لإن ده هو هو ده طب ينفع أقول المستقيم ألف جي ألف به هو هو المستقيم ألف جيم أيوة برضو ينفع لإن المستقيم بسميه بأي نقطتين موجودين عليه تعالوا نشوف التعريف الثالث التعريف الثالث اللي هو الشعاع إيه هو الشعاع؟ قال للشعاع ده عبارة عن قطعة مستقيمة بسي ليه بداية وملوش نهاية يعني بادئ من نقطة معلومة ومحددة وماشي في اتجاه طوالي يعني قطعة مستقيمة امتدت من أحد طرفيها من طرف واحد بس وده هيأكد لي أن الشعاع اللي عندي لازما وأنا بسميه أبدأ من نقطة البداية بتاعته يعني الشعاع اللي مرسوم قدامي نقطة البداية بتاعته أكيد زي ما هي قدامنا كده اللي هي ألف ومشي في اتجاه به ومكمل طوالي بعد به طيب هل الشعاع ألف به هو هو الشعاع به ألف؟ هقولك لا إطلاقا لا ليه؟ لأنه لما أقول الشعاع ألف به أعرف أن الشعاع ده بادئ من عند النقطة ألف وماشي في اتجاه النقطة به لكن الشعاع به ألف بادئ من عند النقطة به وماشي ممتد في اتجاه النقطة ألف وبالتالي الشعاع ألف به لا يطابق الشعاع به ألف طيب عايزين نقول حاجة مهمة جدا حضرتك دلوقتي يا مستر قلت لي أن القطعة مستقيمة دي ليها بداية وليها نهاية الشعاع ليه بداية وملوش نهاية الخط المستقيم ملوش بداية وملوش نهاية وممتد من الطرفين وبالتالي دلوقتي أقدر أقول أن القطعة المستقيمة اللي هي محددة ومعلومة البداية بتاعتها والنهاية بتاعتها جزء من الشعاع اللي هو بتاعها برضو اللي هو اسمه ألف به إنه بادئ من ألف وماشي في اتجاه به والشعاع دوت جزئية من المستقيم ألف به اللي هو ممتد من الطرفين يعني اقدر اقول ان الف به قطعة جزئية من الف به شعاع جزئية من الف به مستقيم طيب ايه اللي بعد كده في المفاهيم الهندسية اللي هناخدها اللي يعتبر مفهوم جديد علينا السنة دي الزاوية ايه هي الزاوية انت ممكن تكون عرفت الزاوية قبل كده في الابتدائي وخدت بعض انواع الزاوية لكن احنا هنعرف دلوقتي الزاوية ازاي بتتكون قال للزاوية علشان تتكون بيتحد شعاعين بيبقوا بدئين من نفس نقطة البداية يبقى الزاوية عبارة عن اتحاد شعاعين لهم نفس نقطة البداية زي الشكل اللي قدامي لو بصيت للشكل اللي قدامي هلاقي فيه شعاع اسمه سين صاد طب تقول للشعاع سين صاد دوت يعني ايه؟ يعني بادئ من النقطة سين وماشي في اتجاه صاد برافو طب والشعاع التاني اسمه ايه؟ قال للشعاع التاني اسمه سين عين يعني بادئ من نفس نقطة البداية بتاع الشعاع اللي قابله اللي هو سين وماشي في اتجاه عين لما الشعاعين دول يحصلوهم اتحاد فبيكون لي زاوية طب تعالوا نتكلم شوية عن الشكل اللي قدامنا دوت الزاوية اللي قدامي اللي هي صاد سين عين وهنقول ازاي ننطق اسمها دلوقتي مكونة من اتحاد شعاعين لهم نفس نقطة البداية الشعاع سين صاد والشعاع سين عين دول بنسميهم ضلعاي الزاوية او ضلعاء الزاوية على حسب الاعراب اللي هيجي في الجملة علشان الناس بتوع اللغة العربية ما يزعلوش مننا فالشعاع سين صاد وسين عين دول متحدين في نقطة سين اللي هي نسميها الرأس يبقى دول الضلعين بتوع الزاوية اللي هو سين صاد وسين عين والنقطة المشتركة اللي هي نقطة بداية الشعاعين دي هنسميها رأس الزاوية طيب عايز اقولك بقى ازاي ننطق اسم الزاوية لاني ده مهم وهنتطرق ليه بعد كده كتير جدا جدا في الزاوية لان احنا هناخد بعد شوية زاوية متدخلة فمهم جدا ان انت تبقى عارف اسم الزاوية انا بنطق اسم الزاوية اخلي دايما رأس الزاوية في النص واجيب اي نقطة من النقطتين التانيين يعني ممكن اقول على الزاوية اللي قدامي صاد سين عين او ممكن اقول عليها عين سين صاد او ممكن اقول عليها زاوية سين بس لو هي ملها الزاوية مشتركة معاها تاني لو الرأس دي اتجاه لوحدها اقول زاوية سين وتبقى معروفة زاوية سين دي يعني اللي هي الرأس سين طيب عايز اقولك على حاجة مهمة جدا الزاوية كنا بنقسها زمان او وحدة قياس الزاوية هي الدرجة لكن انا هنزود السنة دي بقى الدرجة دي فيه مقاييس اصغر منها اللي هي الدقيقة والثانية يعني ممكن اقول الدرجة الوحدة بتساوي 60 دقيقة والدقيقة الوحدة بتساوي 60 ثانية وبنرمز للدرجة برمز دايرة او علامة دائرية صغيرة فوق الرقم بتاع الزاوية وعلامة الدقيقة بنرمز لها بشرطة واحدة فوق الرقم وعلامة الثانية بنرمز لها بشرطة ايه طيب تعالوا نروح ليه انواع الزاوية وهنعرف دلوقتي ان انواع الزاوية احنا درسنا منهم قبل كده في الابتدائي اربع انواع لكن احنا هنزود السنادي نوعين اول نوع عندي من الانواع اللي احنا هنزودها السنادي الزاوية الصفرية يعني ايه زاوية صفرية يا مستر يعني الضلعين بتوع الزاوية منطبقين على بعض منطبقين وبالتالي القياس بتاع الزاوية دي بيبقى صفر درجة ما لهاش اي قياس القياس بتاعها صفر درجة طيب لما الضلعين بتوع الزاوية يزيدوا شوية ضلع يبعد عن التاني شوية هيكون لي زاوية حادة وده النوع التاني الزاوية الحادة بيبقى قياسها كام؟ قال لي بيبقى اكبر من الصفر واصغر من تسعين اصغر من تسعين يعني ممكن يكون تلاتين اربعين خمسة وستين لحد تسعة وتمانين يبقى كل دي زاوية حادة الزاوية القائمة ودي عارفينها قبل كده بيبقى الضلعين بتوعها متعامدين وبيبقى قياسها تسعين درجة بالزبط النوع الرابع اللي هو الزاوية المنفرجة بتبقى اكبر من القائمة شوية يعني اكبر من تسعين لكن اقل من مية وتمانين بنسميها زاوية منفرجة النوع الخامس اللي هو الزاوية المستقيمة بيبقى الضلعين بتوع الزاوية على استقامة واحدة وبيبقى القياس بتاعها مية وتمانين بالزبط النوع الاخير من الانواع اللي احنا نعرفها جديدة السنة دي اللي هو الزاوية المنعاكسة تخيل لما تكون الزاوية المستقيمة الضلعين بتوعها مفروضين على استقامة واحدة لما ضلع فيهم يميل شوية هيديني زاوية مستقيمة يعني هيزيد عن مية وتمانين لكن هيبقى اقل من تلتمية وستين وبالتالي قياس الزاوية المستقيمة بيبقى أكبر من 180 وأصغر من 360 طيب تعالوا كده نتدرب على الكلام اللي احنا خدناه دوت ونحدد أنواع الزاوية اللي قدامي ديت أول حاجة بيقولي حدد نوع الزاوية الآتية الزاوية الأولانية 115 درجة الزاوية 115 درجة تكون نوع هائيم الست أنواع اللي احنا قلناهم من شوية 115 دي يا مستر يعني أكبر من 90 وأصغر من 180 تمام يبقى نوعها ايه منفرجة برافو عليك برافو عليك تعالوا نروح لرقم به بيقولي 69 درجة 69 درجة دي أقل من 90 وأكبر من الصفر تبقى أيوة هي دي زاوية حدة تمام جدا رقم جيم ركز بقى في رقم جيم كده وخليك شاطر وما تبقاش مندفع 89 درجة 60 دقيقة هتقولي 89 درجة أصغر من 90 لسه ما جابتش التسعين تبقى زاوية حدة أقولك لأ أنت ما خدتش بالك من 60 دقيقة اللي محتوطة جنب الدرجات تقولي طب دي معناها إيه؟ أقولك أن 60 دقيقة دي احنا اتفقنا عليها أن 60 دقيقة ديت بدرجة واحدة وبالتالي لما ناخد 60 دقيقة اللي هي بدرجة نحطهم على الدرجات اللي هم 89 هيبقى مجموعة درجات عندي كام؟ تمام؟ 90 وبالتالي الزاوية دي طالما قياسها 90 بالظبط هتبقى زاوية قائمة جميل جدا تعالوا نروح لآخر حاجة اللي هي دال بيقولي الزاوية قياسها 240 درجة 240 درجة دي يعني زادت على 180 لكن أقل من 360 تبقى نوعها زاوية منعكسة تمام جدا خلي بالك من الزاوية المنعكسة دي لأنها نوع جديد أنت بتدرسه السنة دي طب تعالوا ناخد سؤال على الزاوية المنعكسة كده نقول إذا كان قياس زاوية ألف بهجيم بيساوي 105 درجة فإن قياس زاوية ألف بهجيم المنعكسة بتساوي الزاوية المنعكسة دي يا مستر أنت حضرتك قلت لي أن هي أكبر من 180 وأصغر من 360 لكن أنا ما أقدرش أجيب الزاوية المنعكسة أقولك لأ سهلة جدا هو مديك زاوية 105 الزاوية العادية المنعكسة بتاعتها اللي هي برة لأن الزاوية كلها لما لف لفة كاملة بيديني 360 يبقى الزاوية المنعكسة بتاعت المية وخمسة أطرح المية وخمسة من التلتمية وستين وبالتالي هقول تلتمية وستين ناقص مية وخمسة تمام هيديني ميتين خمسة وخمسين تمام تعالوا نروح بعد كده لدرس جديد اسمه العلاقات بين الزاوية احنا هندرس دلوقتي شوية علاقات بين الزاوية وهنعرف أنواع العلاقات ديت إيه عايزك تركز فيهم كويس جدا أول نوع من العلاقات بين الزاوية جايب لي الزاويتين المتجاورتين هما زاويتين لهما نفس الرأس وضلع مشترك عايز أقولك أنت وجارك إيه الصفات المشتركة اللي بينكو؟ قال إن فيه بيننا حيطة مشتركة اللي هو الضلع المشترك وسكنين كمان في نفس العمارة يبقى كده بنقول عليكم جران جميل جدا الزاويتين المتجاورتين بيبقوا برضو نفس الوضع كده فيه ضلع مشترك ما بينهم والرأس بتاعتهم بتبقى رأس مشتركة لكن فيه شرط تالت مهم جدا قال للضلعان الآخران احنا خدنا الضلع المشترك ده في الزاوية دي والزاوية دي الضلعان الآخران في جهتين مختلفتين من الضلع المشترك ماينفعش الضلعين التانين بتوع الزاويتين يكونوا في اتجاه واحد من الضلع المشترك لازم أن يكون ده في ناحية والتاني في ناحية تانية والضلع المشترك يبقى في النص ما بينه زي الشكل اللي قدامي ده لو بصيت على الزاوية اللي قدامي اللي هي به ألف ديل الزاوية دي مكونة من زاويتين الزاوية الأولانية بتاعتها اللي هي به ألف جيم والزاوية التانية جيم ألف ديل الزاويتين دول متجاورتين ليه؟ لأن الزاوية به ألف جيم وجيم ألف دال اللي هم ضلع مشترك اللي هو ألف جيم والرأس بتاعتهم واحدة اللي هي جيم وبالتالي هنقول عليهم متجاورتين طب الشكل التاني ينفع نقول عليهم زاويتين متجاورتين اللي هم به ألف جيم وجيم دال هي قال لي لا ما ينفعش طب ليه قال لي لأن الرأس بتاعهم مش مشترك وبالتالي الرأس بتاع الزاوية الأولانية ألف لكن الرأس بتاع الزاوية التانية دال ما ينفعش أقول عليهم زاويتين متجاورتين النوع الثاني من العلاقات بين الزوايا الزاويتين المتتمتين الزاويتين المتتمتين يعني إيه؟ ألي دول زاويتين مجموعهم 90 درجة زي إيه مثلا؟ زي لما أقول لك زاوية قياسها 40 وزاوية قياسها 50 أو زاوية قياسها 25 وزاوية قياسها 65 أو الشكل اللي عندي دوت زاوية قياسها 20 وزاوية قياسها 70 يبقوا دول زاويتين متتمتين ليه؟ لأن مجموع قياسهم اللي اتنين مع بعض بيديني 90 درجة وبالتالي بقول عليهم زاويتين متتمتين يعني عايز تقولي أن الزاويتين المتتمتين بيكافؤوا زاوية أيوة هي اللي انت كنت بتفكر فيها بيكافؤوا زاوية قائمة اللي هي قياسها 90 درجة طيب تعال نكمل كده المثال اللي عندي دوت بيقول لي لما يكون عندي زاوية قياسها 35 درجة تتممها زاوية قياسها كام؟ يعني ايه تتممها؟ يعني بتكملها لحد ما توصل 90 درجة طب ايه اللي يكمل على 35 لحد ما نوصل ل90؟ هتقول لي هطرح 90 ناقص 35 هاي الديني الناتج أقولك برافو عليك هتطلع 55 تعال نشوف شوية ملاحظات على الزاويتين المتتمتين دول وركز في الملاحظات دي قال لي أول ملاحظة عندي في الزاويتين المتتمتين إذا كانت الزاويتين المتجاورتين زاويتين متجاورتين ومجموع قياسهم 90 يعني متتمتين يعني الزاويتين المتتمتين جوهم جنب بعض تمام؟ فإن بالعيهما المتطرفين يكونان متعامدين هيكونوا متعامدين ليه؟ لو بصينا في الشكل اللي عندي هنا هنلاقي فيه زاوية 30 وزاوية 60 الزاويتين دول متجاورتين زي ما اتفقنا قبل كده هم متجاورتين ليه؟ أن يتحقق فيهم شروط الزاويتين المتجاورتين طيب الضلعين المتطرفين اللي هو ميم ألف وميم جيم دول ما لهم؟ دول متعامدين ليه؟ لأن الزاوية اللي ما بينهم 90 درجة أهو بيقول لي زاوية ألف ميم به اللي هي 30 والزاوية به ميم جيم اللي هي 60 مجموحهم بيسوي 90 يبقى دول زاويتين متتمتين ومتجاورتين والضلعين دول عموديين اللي هو ميم ألف وميم جيم إيه الملحوظة الثانية؟ بيقول لي الزاوية الحدة بتتممها زاوية حدة زيها يعني لو أنا عندي زاوية حدة علشان أجيب المتممة بتاعتها هتبقى حدة زيها طيب والزاوية القائمة اللي هي قياسها 90 هنكملها كم عشان توصل 90؟ ما هي 90 أصلا يا مستر؟ يعني أحط عليها كام؟ أحط عليها صفر وبالتالي المتممة بتاعت الزاوية القائمة بتبقى زاوية صفرية والعكس صحيح يعني الزاوية الصفرية بتتممها زاوية قائمة جميل جدا رقم 4 وآخر حاجة في الملاحظات اللي عندي على الزاويتين المتتمتين بيقول لي متممات نفس الزاوية بتكون متساوية في القياس يعني إيه؟ يعني لو أنا عندي زاوية ألف بتتمم زاوية اسمها به وزاوية جيم بتتمم نفس الزاوية اللي هي اسمها به ألف بتتمم به وجيم بتتمم به يبقى العلاقة بين ألف و جيم دول متساويتين ليه؟ لو أنت جيت حطيت لبهدية أي مقاس من أي مقياس من عندك يعني 30 مثلا بهدي 30 تبقى ألف هتبقى كم؟ تمام هتبقى 60 طب تعالوا نقول كده طب ما هي جيم بتتمم به به اللي هي بـ 30 يبقى جيم بكم؟ هتبقى بـ 60 كمان يبقى ألف و جيم مالهم متساويتين في القياس تعالوا نروح لنوع ثالث من العلاقات بين الزوايا اللي هو الزاويتين المتكاملتين بيقول الزاويتين المتكاملتين زاويتين مجموع قياسهم 180 اتنين مع بعض بيدوني 180 زي إيه؟ زي زاوية قياسها 80 وزاوية قياسها 100 اللي اتنين مع بعض 180 زاوية قياسها 70 وزاوية قياسها 110 اللي اتنين هيدوني 180 زاوية موجودة على الرسمة عندي 125 و55 لو جمعتهم مع بعض هيديني 180 طب تعالوا نكمل كده المثال اللي عندي الزاوية اللي قياسها 70 درجة بتكملها زاوية ايه؟ يعني احط عليها كام علشان يديني 180 تمام جدا هتقول 180 نقص 70 هيديني 110 برافو يبقى الزاوية اللي بتكمل 70 هي 110 طب الزاوية اللي بتتمم 70 كام؟ فاكر الزاويتين المتتمتين اه 70 عايزة خليها 90 يبقى الزاوية اللي بتتممها 20 درجة برافو عليك طيب تعالوا ناخد شوية ملاحظات كده سريعة على الزاويتين المتكاملتين قال لي اول ملاحظة ان الزاويتين المتجاورتين الحادثتان من تقاطع مستقيم وشعاع نقطة بدايته بتقع على المستقيم بيبقوا متكاملتين زاويتين جيران بس حصلوا من تقاطع مستقيم وشعاع نقطة بدايته على هذا المستقيم بيبقى مجموع قياسهم 180 وبالتالي هنقول عليهم متكاملتين زي الشكل اللي قدامي ده طيب الملاحظة التانية قال للزاوية الحدة بتكملها زاوية لو انا عندي زاوية حدة عشان اجيبي المكملة بتاعتها اكيد هتطلع منفرجة والعكس صحيح لو انا عندي زاوية منفرجة يبقى المكملة بتاعتها هتبقى زاوية حدة قال للزاوية المستقيمة اللي هي 180 درجة بتكملها زاوية تمام زاوية صفرية والعكس صحيح الزاوية الصفرية بتكملها زاوية مستقيمة مكملات الزاوية الوحدة متساوية في القياس نفس الحكاية في المتممات لو أنا عندي ألف بتكمل به وجيم بتكمل به برضو فألف وجيم دول هيبقوا متساويتين في القياس الشكل اللي عندي هنا دوت بيقول لي الزاويتين المتجاورتين المتكاملتين ضلعهما المتطرفان على استقامات يعني لو أنا عندي زاويتين متجاورتين ومجموع قياسهم اللي اتنين مع بعض مية وتمانين يبقى تأكد أن الضلعين المتطرفين هيبقوا على استقامة واحدة زي الشكل اللي قدامي أنا عندي زاوية خمسين وزاوية مية وتلاتين لو جمعتهم هيطلعوا مية وتمانين وبالتالي هيبقوا الزاويتين دول اسمهم ايه؟ متكاملتين يبقى الضلع ميم ألف وميم جيم هيبقى على استقامة واحدة لأن ده هيجي لي في تمارين بعد كده طيب تعالوا مع بعض بقى نطبق الكلام اللي احنا درسناه على الزاوية المتتمة والزاويتين المتكاملتين لو بصينا على التدريبات اللي هتجيلنا في الهندسة على الجزء اللي احنا درسناه هنلاقي تدريبات زي دي وانت بتقرى تدريب زي دوت عايزك تكون مركز جدا يعني ايه اكون مركز يعني ما تعديش على اي كلمة وتسيبها وتمشي لما يقول لي اذا كانت ميم بتنتمي لألف به خط مستقيم هل هو جايبها لي كده عشان حضرتك تقراها وتسيبها وتمشي؟ لا طبعا هو جايب لي كل كلمة بيبقى ليه هدف ان هو يجيبها لك في المعطيات بيديلك منها معلومة او عايزك تستنتج منها معلومة ايه المعلومة اللي انا هستنتجها يا مستر لما يقول لي ميم بتنتمي لألف به خط مستقيم هقولك هنستنتج اني ألف به ده خط مستقيم يعني الزاوية ميم دي هتبقى زاوية مستقيمة يعني خياسها كامل زاوية المستقيمة يعني خياسها تمام 180 درجة طب تعالي نشوف هو طالب مني ايه كده؟ فأول حاجة بيقول لي ايه وجد ألف ميم جيم ألف ميم جيم ديت هو مديني التانية اللي هي جيم ميم به بمية وعشرين وحضرتك يا مستر قلتلي دلوقتي أني الزاوية ميم كلها أو الزاوية ألف ميم به دي كلها اللي هي دي الزاوية دي بمية وثمانين خدت منها جزء بمية وعشرين يبقى الجزء اللي باقي عندي هيبقى بكام؟ تمام؟ يبقى هكتب مية وثمانين ناقص مية وعشرين هيديني ستين درجة ودي حاجة سهلة خالص هي تمام كده؟ طيب تعالوا ناخد الشكل التاني الشكل التاني مثلا هنغير اللون بسي الشكل التاني مديني برضو ميم بتنتمي لألف به خط مستقيم يبقى أنا بستنتجي أني ميم كلها بمية وثمانين طيب مديني هنا ألف ميم جيم باربعين درجة ودال ميم به بخمسين درجة وعايز الزاوية اللي في النص اللي هي جيم ميم دال طيب مش إحنا اتفقنا أن الزاوية دي كلها بمية وثمانين خدنا منها جزء باربعين وجزء بخمسين عايز أجيب الجزء اللي فاضل يبقى هقوله برضو مية وتمانين ناقص أربعين ناقص خمسين وطلعي الناتج أو أقول مية وتمانين ناقص وافتح كوس وحط أربعين زائد خمسين جوه الكوس وحطها على الآلة الأقواص مهمة جدا علشان لو ما حطتش أقواص الناتج هيطلع معاك غلط وبالتالي الناتج هيطلع معايا تسعين يبقى الزاوية دية اللي احنا عايزينها دية هتبقى تسعين درجة تمام جدا كويس جدا تعالوا للشكل التالت والأخير دوت بيقولي ميم برضو بتنتمي لألف في خط مستقيم يعني دي زاوية مستقيمة بمية وتمانين درجة ومديني بقى حاجة مهمة جدا مديني ميم جيم وميم دال وميم هاه بس حطتلي علامات كده في الرسمة ايه العلامات اللي حطتها لي العلامات اللي حطتها لي هنا اني فيه علامتين زي بعض وعلامتين زي بعض وبالتالي العلامتين اللي زي بعض دول معناهم ان الزاوية ديت متساوية والعلامتين التانيين معناهم برضو ان الزاويتين اللي هناك دول متساويين طيب مش دي كلها بمية وتمانين آه دي كلها 180 الزاوية اللي هو عايزها اللي هي جيم ميم هي اللي هي الزاوية ديت كده الزاوية ديت عايزها الزاوية دي واخد نص من هنا ونص من هنا طب النص من هنا والنص من هنا لما حطوهم على بعض هيبقوا كام؟ هيبقوا تسعين من غير ما اتفكر ليه؟ لأني اللي اتنين دول نصفوا بعض بنقول عليهم منصفات الزاويتين المتجاورتين المتكاملتين بيبقوا متعمدين يعني قياسهم بتسعين وعايزة فضحها لك أكتر لو الزاوية اللي عندي اللي عليمين دي اللي هي فيها عالمتين متساويتين مثلا بسبعين يبقى كل جزء بكام بخمسة وتلاتين أكيد التانية هتبقى بكام هتبقى بمية وعشرة يبقى كل جزء هيبقى بكام بخمسة وخمسين لما حط الخمسة وخمسين دي والخمسة وتلاتين اللي هنا أجمعهم مع بعض لازم أن هيدوني تسعين درجة تمام كده؟ طيب تعالوا نشوف حاجة تانية كده في التمرين مهم جدا على العلاقات بين الزاوية ونكتبه إحنا مديني ألف فيه خط مستقيم كده وحطيت لي زاوية هنا كده وبيقول لي مين بتنتمي لألف فيه خط مستقيم قدرت تستنتج يعني إيه مين بتنتمي لألف فيه خط مستقيم يعني الزاوية دي كلها بمية وتمانين تمام؟ مديني الزاوية دي بستين درجة وحطيت لي الزاوية دي باتنين سين والزاوية دي بأربعة سين وبيقول لي هنا اللي مطلوب مني إيه جد قيمة سين كويس جدا إنت عايز تجيب السين الوحدة بكام؟ طب إيه المعلومات اللي متوفرة عندك علشان تديني سين؟ قلنا المعلومات اللي متوفرة عندي إن الزاوية دي كلها يا مستر اللي هي دي كده بمية وتمانين خدنا منها جزء بستين طيب تعالوا نطبق اللي إحنا ممكن نكون خدناه في الجبر مع الكلام ده هقول لك يعني اللي اتنين سين والستين والاربعة سين كل دول بمية وتمانين جميل إيه تاني؟ أنا عايز أخلي السينات لوحدها في طرف والأرقام في طرف وبالتالي أحط اللي اتنين سين زائد اللي اربعة سين في طرف وأقول بتساوي مية وتمانين ناقص ستين لإن الستين ودتها هناك بعكس الإشارة إحنا في قولة إعدادي عايزين الكلام ده يكون سهل بالنسبة لنا طيب أجمع بقى اللي اتنين سين والاربعة سين هيدوني ستة سين بتساوي مية وتمانين ناقص ستين كام؟ مية وعشرين تمام جدا طب تقدر تجيب لي السين الوحدة؟ أيوة أقدر أجيب السين الوحدة لإني ستة سين عشان أجيب السين الوحدة هقول على ستة هنا وعلى ستة هنا وبالتالي السين الوحدة هتساوي مية وعشرين على الستة هتديني هه عشرين وبالتالي السين الوحدة بعشرين درجة ده شكل التمارين اللي بتجيلي تعالوا نكمل نشوف أكمل بيجيلي إزاي وبعض التمارين التانية بتجيلي إزاي هنكمل مع بعض هنا على الشرايح زي ما احنا شايفين كده بيقول لي أكمل ما يأتي إذا كان قياس زاوية سين بخمسة وثلاثين فإن سين المنعكسة سين المنعكسة يعني احنا خدناها في أول الحصة خالص اللي هي مجموعها أو قياسها بيبقى أكبر من 180 لكن أصغر من 360 طب أجيبها إزاي هقول 360 ناقص 135 وطلع الناتج بتاعي رقم 2 إذا كان الزاويتان المتتامتان متساويتان في القياس هو يعني إيه زاويتان متتامتان زاويتان متتامتان يا مستر يعني مجموع قياسهم 90 كويس جدا طب لما يكونوا اللي اتنين مع بعض بتسعين واللي اتنين متساويتين يعني كل واحدة تبقى بكام برافو عليك هتبقى بخمسة واربعين رقم 3 بيقول لي إذا كان ألف وبه زاويتان متكاملتان يعني مجموع قياسهم تمام 180 وكان قياس ألف بيساوي نص قياس زاويت به نص قياس زاويت به يعني ألف وقد نص به يعني ألف وقد جزء واحد وبه وقد جزءين يبقى المية وتمانين دي هنقسمها على 3 أجزاء وندي ألف جزء وبه جزءين طب لما نقسم المية وتلاتين على التلاتة تبقى كام؟ تبقى 60 تمام ألف هتاخد جزء اللي هو 60 وبه هتاخد جزءين اللي هما هيبقوا 120 آخر مثال عندنا اللي هو مديني شكل وبيقولي الشكل اللي قدامك دوت مديني زاوية بمية وعشرة وزاوية بخمسة وثلاثين وعمل لي علامة تانية أن الزاوية اللي جنبها دي زيها برضو يعني بخمسة وثلاثين وبيسألني بقى بيقولي هل ألف به شعاع وألف جيم شعاع يقعوا على استقامة واحدة ولا لا هو إيه اللي يعرفني أن ألف به شعاع وألف جيم شعاع هيبقوا على استقامة واحدة اللي يعرفني أن مجموعة الزاوية اللي فوقيهم دي تكون بمية وتمانين طب تعالى نشوف كده مجموعة الزاوية اللي فوقيهم بمية وتمانين ولا لا هقوله أول حاجة به ألف دال زائد دال ألف هه زائد هه ألف جيم هيساوي البيه ألف دال بكام بخمسة وتلاثين زائد الدال ألف هه بكام زيها بخمسة وتلاثين تمام زائد مية وعشرة هل دول بمية وتمانين أيوة صح بمية وتمانين مجموحهم بمية وتمانين وبالتالي طالما مجموحهم بـ 180 يبقى أنا هاستفيد أني ألف بيه شعاع وألف جيم شعاع يقعوا على استقامة واحدة طب لو ما طلقش النتج اللي عندي بـ 180 طلع أصغر من 180 أو أكبر من 180 يبقى أقوله ألف بيه شعاع وألف جيم شعاع ليسوا على استقامة واحدة إن شاء الله في الحلقة الجاية هنكمل مع بعض بعض العلاقات بين الزوايا إن شاء الله أتمنى أنتوا تكونوا فهمتوا الدرس دوت وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية على خير